موسيقى بشكل مشترك لاستفادة من الآليات المتوفرة والتحرك لتسوية القضايا والأزمات العالقة بالطريقة المستعجلة ذاتها التي عرفتها سنة 2008 خلال الأزمة الاقتصادية العالمية واعتبر أن عملية نسج التوافق بين دول العالم لا يمكن استكمالها بين عشية وضحاها ويجب أن تستمر إلى ما بعد القمة الحالية قائلا أقترح عليكم بعث رسالة واضحة للعالم مفادها رسم أفق مشترك للتنمية والوحدة في ظل التنوع والمساوة بين الجنسين وشدد الرئيس الأرجنتيني على أهمية توصل دول المجموعة إلى توافق بشأن مجمل القضايا العالقة وشر ماكري إلى أن أهمية المجموعة تزايدت بشكل ملحوظ منذ عقدها أول قمة قبل عشر سنوات في الولايات المتحدة بسبب بروز تحديات جديدة ويحراز إنجازات معتبرة في المجالات المختلفة مؤكدا ضرورة البحث عن حلول من أجل ضمان السلام المستدامي في العالم وسط انقسامات بين دول العالم الكبرى حول الكثير من القضايا والأزمات الدولية انطلق تشغل قمة مجموعة العشرين التي تتصدر ثلاثة محاور كبرى أجندته ويتعلق الأمر بمستقبل العمل والبنية التحتية من أجل التنمية ومستقبل الغذاء المستدم